من ليبيا يأتي الجديد هكذا أرسل الليبيون هذا المثل لما عايشوه من تقلبات سياسية في عهد القذافي غير أن الزمن بعد سبع سنوات من سقوط القذافي لم يتغير كثيرا فهذه منظمة سويسرية توسم بمركز الحوار الإنساني تشرف على 77 اجتماع في مختلف بلديات البلاد دعت من شاءت لهذه الاجتماعات ومنعت من شاءت برعاية أممية وبعد أربعة أشهر من هذه التشاورات سلم المركز السويسري تقريره النهائي لغسان سلامة الذي بدوره سيشرف على الملتقى الجامع المزمع عقاده في يناير القادم في مدينة طرابلس حسب ما تسرب لمواقع التواصل الاجتماعي وسيكون هذا التقرير الذي سلمه مركز الحوار الإنساني وتوصياته منطلق هذا المؤتمر الجامع الذي تسعى من خلاله الأمم المتحدة حسب توصيات المسار التشاوري إلى إنشاء مثاق وطني يراه كثير من المراقبين اختراعا جديدا يحل محل الدستور كما يخشى كثير من المراقبين التقسيمات الأولية للشخصيات التي ستحضر المؤتمر الجامع حيث ستكون النسبة الأكبر للحاضرين من فريق أنصار النظام السابق بينما سيكون تيار فبراير مقسوما بين معارضي ما يسمى الكرامة وأنصارها الغريب في كل ذلك هو تسليم مصير البلاد ومستقبلها السياسي للأمم المتحدة التي تقول كل تجاربها السابقة من العراق ووصولا لسوريا واليمن أنها لم تكن نزيها بل دعمت طرفا على حساب آخر فهل ستستمر الأمم المتحدة في هذه السياسة أم ستصحح أخطاءها في ليبيا؟